بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة فيه خفاض طفيف في درجات الحرارة والطقس هيكون حرارة راتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية إنما شديد الحرارة راتب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون حرارة راتب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة راتب على كافة الأنحاء كمان فيه النهاردة ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط للرياح ببعض المناطق وهتكون مثيرة للرمال والأتربة وهتكون على حلايب بوشلتين كمان فيه فرص لأمطار خفيفة وقد تكون راضية أحيانا على حلايب بوشلتين وأبو سنبل شبورة كمان مائية الصبحة هتبقى على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منارغين معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور الصباح الخير على حضرتك أتزالمية والصباح الخير على كل السادة مشاهدين أهلا بك يا فرص أهلا بحضرتك وطمينين عن حالة التقس خصوصا أننا لاحظنا أن هناك خفات بسيط في درجات الحرارة النهاردة بالفعل درجات الحرارة اليوم تعتبر حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام عظم على القاهرة الكبرى متوقع في الظلم تكون 35 درجة مقوية لكن في استمرار الارتفاع نسب الرطوبة لأن احنا لسا متأثرين بانتدار منحفظ الهند الموسمي اللي بدائما معاكتة الهوائية القادمة من على البحر المتوسط بتقدمه ارتفاع نسب الرطوبة في الليو اللي بتزود دائما احساسنا بارتفاع درجات الحرارة فاحنا هنحسن 35 درجة مقوية ولو تكون 38 أو 39 درجة مقوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة الأجواء اليوم هتكون أجواء حرارات بعرب طهر الكبرى ومحافظات الواجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية الشمال والجنوب الصعيد والجنوب سيناء ده فترات النهار فترات الليل مع غياب أشعر الشمس هيحصل انقفاض في درجات الحرارة والأجواء هتكون أجواء مائلة للحرارة راتبة على تفرد أنحاء الجمهورية خاصة كمان إن احنا فترات الليل بتكون عظمة الرطوبة فاحنا هنحس أكثر بدرجات الحرارة في الفترات الليل الرطوبة دي يعني مرتبطة بمنخفض الهند ولا هي مكملة معنا في طول شهر أغسطس هي مرتبطة معنا بالكتل الهوائية اللي جاية من على البحر المتوسط بسبب بتأسرنا بمنخفض الهند الموسمي يعني منخفض الهند الموسمي بأسمعاء كتل الهوائية قادمة من الخليج بشبه الجزيرة العربية فتمر الكتل دي على البحر المتوسط الكتل دي بتبقى أدراجات حرارة مرتفعة بالشكل الكبير فتحمل بسماء كبيرة من بخار الميا فبيقدي الارتفاع نسب رطوبة واللي متوقع أن هتستمر معنا على مدار سهر أغسطس كله يعني احنا متوقعين استمرار سأسرنا بنسب رطوبة العالية على مدار سهر ثمانية كله عشان كده احنا بيقول أن ثمانية زروا تصف الصيف بسبب ارتفاع نسب رطوبة اللي دايما مستمرة معنا على مدار شهر ثمانية وبتزود أحساسنا بارتفاع دراجات الحرارة كمان احنا بنقول نسب رطوبة عالية فترات الجين فعشان كده بنقول أن الشبورة المائية بدأنا نشوفها بشكل كبير خلال فترة الصباح الباكر يعني بشكل متواصل خلال الأيام المختلفة وبتأجل انتفاض الرؤية الأفقية بسبب ارتفاع نسب رطوبة في الجو وطبعا بتظهر السبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكن هي سرعا ما بتغلاشة مع سوء أشعر الشمس هنيجي على فترات المساء وساعات الليل هنلاقي نشاط نسب الرياح على القاهرة الكبرى وبعض المناطق من سيناء والشمال السقيف وجود نشاط نسب الرياح هيقلل أحساسنا بنسب رطوبة بعض الشيء لكن ده بيكون فترات المساء وساعات الليل كمان اليوم متوقع أن احنا يكون مع نشاط الرياح اللي موجود معنا هيكون في بعض الأكربة والرمال المسارع على أقصى جنوب البلاد يعني المناطق اللي موجودة في حلاية شلاتين أبو سنبل بحيرة ناصر المناطق دي معارضة أن يكون عليها بعض الأكربة هتأثر على الرؤية الأفقية لينا في المناطق دي يعني؟ في المناطق الجنوبية في أقصى جنوب ممكن تأثر على الرؤية الأفقية وتأدي الانقصاد طفيف في الرؤية الأفقية لكن مش هتأثر تماما على أي مناطق الشمالية كمان هيكون اليوم فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة واللي ممكن تكون رعدية أحيانا على أقصى جنوب البلاد أيضا نتيجة ارتفاع حزام المداري بيأثر على المناطق الموجودة في السودان وأثيوبيا وبسبب أمطار خفيفية في المناطق دي الحزام المداري ده بيرتفع أعلى بفضل التاجه للمناطق الخدودية في جمهورية مصر العربية أحيانا على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد زي حلام أيضا شلاتين أفو سنبل وحيرة مطر لكن أيضا الأمطار دي هتكون أمطار خفيفة مش هتأثر على أي أعمال أنسطة يومية وبتوى طب الأجواء الصيفية المعتادة لأن احنا بنعتاد دايما على شهر 8 و 8 شهر 9 على بداية ظهور الأمطار على المناطق الجنوبية تنصحينا بإيه في شهر أغسطس الأماكن اللي احنا نقدر نروحها ونستنتع في الأجواء بتاعتها تكون هادية شوية في درجات الحرارة احنا طبعا عندنا المناطق المطلة على البحر المتوسط السواحل الشمالية مبرورا بمطروح والعالمين والأسكندرية دمياض برسعيد رفح العريش مناطق كلها المطلة على البحر المتوسط بتكون أقل درجات حرارة في الجمهورية كلها رغم أن الرطوبة بتبقى أعلى حاجة في المناطق دي يعني إحنا لو تكلمنا أن درجات الحرارة بتتروح ما بين 32-33 عظمى بطرس النهار في الظبل النسب الرطوبة بتوصل إلى 95% يعني المحسوسة بتوصل 35-36 درجة موية تعتبر دي أقل درجات حرارة في الجمهورية فبالتالي نقدر نستمتع بالأجواء على شواص البحر المتوسط بشكل كبير قصصة كمان نحركة الملاحة البحرية خلال هذه الأيام معتادلة ونقدر نستمتع البحر مؤهل لكافة أعمال السيد والملاحة البحرية وأعمال التنزف البحر الأحمر كمان نقدر نستمتع بالأجواء نقدر درجات الحرارة في المناطق المطلة على البحر الأحمر بتبقى متافعة بعض الشيء يعني توصل لـ 41-41 درجة موية فترة النهار أجواؤهم شديدة للحرارة نقدر نستمتع بس برضو لازم ناخد احتياتهم بالشكل كبير ودائماً الاحتيات المهم جداً في خاصة الصيف هي فترة الظهيرة اللازم فيها نتجنب أشاعة الشمس اللي نزع طبع فترة الزروة الفترة اللي نسجن فيها أعلى درجة حرارة على مدارة اليوم كله شدة الإشاعة الشمسي اللي بيوصل الأرض بتكون عالية فمهم جداً الفترة دي نتجنب أشاعة الشمس بقدر الإمكان ولو أنا موجود في الشارع وحتى لو موجود على البحر يبقى لازم مقابش تحت الشمس لفترات طويلة ويكون موجود تحت الشمسيات وأنا في الشارع يكون معايا لطاء لرأس شمسية أو كاب وطبعاً نتناول قدر كبير من المرتبات في السوائل وأهموه بالباية مشكرك في نهاية شكراً جزيلاً للدكتورة مانار غاني معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدين تعالوا نتابع درجة الحرارة المتوقعة النعرضة ونبدأها بالقاهرة العظمة فيها 35 والصغرى 26 العاصمة الإدارية 36-26 اسكندرية 32-24 والعالمين الجديدة 32-24 مطروح 31-23 وضميات 33-25 فورسعيد 33-25 الإسماعيلية 36-25 السويس العظمة فيها 36 والصغرى 24 العريش 34-24 كاترين 33-17 وطابة 36-25 حلايب 36-30 شلاتين 39-29 شرم الشيخ 40-29 الغرداء 39-29 الفاليوم كمان العظمة فيها 37 والصغرى 25 بني سويف 37-25 الوادي الجديد 44-26 أسيوت 39-26 وسهاج 41-27 قناء 42-28 لؤسور 43-28 وأخيراً أسوان العظمة فيها 44 والصغرى 29 دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية نروح لمنا وأحمد نكمل معهم بأي فقراتنا شكراً لإيقالنا وشكراً من سلطان لدكتور منرغي شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة